يا صباح الفل يا صباح الجمال يا صباح السعادة صباح الهنى صباحنا حلو يا رب على كل الناس وعلى كل المشاهدين وعلى كل المستمعين العزاء صباح كزير فل هنبدأ النهاردة حلقة يا رب تعجبكو بس قبل ما ابتدي مع ضيوفي لازم كده نوح عن حاجة انا حابة اتكلم عنها في الاول او في اول شوية يعني اعتقل تلات تربع ناس ما سمعوش عن حاجة اسمها الوايت فرايدي لضميات لان ضميات الاستاذة الدكتورة محافظة ضميات منال عوض ما شاء الله عاملة عرضة او فعليات فضيعة في ضميات يعني قولوا من اول ديسمبر لحد الشهر اللي احنا فيه لحد السنة اول سنة الجديدة اسمها ان شاء الله كل الهدف الرئيسي ان هي تعلي من ان الكبأ محافظة ضميات تاني لضغط عليها كاساس او تعمل اعلى نسب من المبيعات وبقلل اسعار فدي فرصة حلوة لكل في انه هو يحاول يتابع وخصوصا هي مش حتى يوم زي البلاك فرايدي لا خالص ده هو خميس جمعة سبت من اول الخميس اللي جاي يعتبر خميس جمعة سبت خميس جمعة سبت خميس جمعة سبت يعني ثلاثة يام في ثلاثة يام في ثلاثة يام لحد اخيرها اول ديسمبر اول سنة جديدة كل سنة حرق طيبين وكل سنة والناس والمشاهدين كلهم بخير ودي فرصة حلوة ان احنا نقول يلا ندعم اساسنا ندعم بلدنا ندعم شبابنا ندعم الحرفة بتاعتنا لان نظوميات هي الاساس برضو في الاساس بتاعنا فنقول لهم بجد تحية وتقدير لسيادة المحافظة وفي نفس الوقت احنا معاكم وهندعمكم وهنتابع لان فيها حاجات حلوة فعليات حلوة جدا هنتابعها معاكم ان شاء الله في حلقتنا الجاي دي اول حاجة كده تاني حاجة بقى هندخل مع فقرات حلوة جدا النهاردة فمش عايزة ضايع وقت وناخد فصل سريع ونرجع لكم مع اول ضيف ويا رب حلقتنا النهاردة تعجبكم ورجعنا لكم عزيزان المشاهدين واول فقرة نهاردة في حلقتنا مع الكابتن عمر الجمال وصباح الخير ومشرفنا ومنورنا ويعني عايزين نصبح على كل عزيزان المشاهدين وحبايبك كتير في كل مكان صباح الخير على الناس جميعا صباح الخير عليك احنا بماينا في مشرفنا النهاردة فعايزين نتكلم كده عن اتقان العمل بما ان اتقان العمل مهم جدا خصوصا لشابتنا والكل واحد في مجاله مهم اول يتقن عمله تكلمني عن اتقان العمل كخبرة وكسبيريانس عندك ما بالزبط يعني خلينا نتكلم يعني طبعا انا اتشرفت باستضافة حضرتك اللي هنا في البرنامج تشرف لي خلينا نتكلم ان انا مش هبقى مش لايف كوتش ان انا هقول الكلام بناءا على علم او بناءا على دراسة انا اتكلم عن خبرات ونعنى على خبراتي الشخصية في الحياة وفي ادائي العمل نفسه الشخصي عايزين نقول ان كلمة اتقان العمل دي حدا ممكن نقسمها لتلاتة فيزز او التلاتة اجزاء ممكن يكون جزء الاولاني اللي هو بداية الحلم انك انت بتحلم عايز تشتغل ايه بتفكر يعني هتوصل ازاي للحلم بتاعت ده ازاي اتقان العمل ده ما بيبتديش من انا اشتغلت شغلان انا معرفهاش او يعني سمعت عنها واخش وهبقى راجل مبدع فيها لا لازم في الاول انا باحلم بايه الشغلان نفسي ان انا اشتغلها انت حياتك كانت كلها احلام على فكرة انا حياتي كلها كانت احلام وحققتها ما شاء الله الحمد لله حققتها طبعا جزء كبير منها الحمد لله فهو ده بداية اتقان العمل او اداء العمل بالشكل المناسب ان احنا نبتدي اقول حاجة نحلم وبعد لما نحلم ونعتبر ان دي الخطوة الاولى وان احنا ازاي هنسعالها نخش في الخطوة التانية تبقى شايف نفسك توسط تحط نفسك في برويز شايف انت عايز تبقى ايه وما انتش عايز تبقى شخص عادي يعني انا مش مجرد ان انا بحلم ان انا بقى محاسب لا انا عايز ابقى محاسب شاطر محاسب مكتهد هو ده الاتقان بالزبط فخلينا لو قلنا دي مرحلة اولى ان هي البداية الحلم انك انت بتحلم نقول فيه مرحلة تانية انك انت ما تبقاش نمطي في حياتك انك انت تجتهد وتشتغل جامعا ما تقلتش توسط ما تبقاش ماشي كده وروتيناك العادي اليومي وهو انا ما عملتش حاجة جديدة بالزبط بالزبط وتفضل قاعد بتبزل ما هو خارج نطاق العمل الطبيعي وليكن الموظف طبيعي بروح يشتغل مثلا من الساعة 9 للساعة 5 انا مش هقول اشتغل قبل كده ولا بعد كده بس انت ما تحكمش حياتك بساعات عمل احكم حياتك وعملك ده بفكر وهدف انت عايز توصله الفكر وهدف ده هيتطلب منك تشتغل ممكن 12 ساعة في اليوم ممكن تطبق 24 ساعة في اليوم عشان تجهد سويا يا كابتن يعني حالك تقصد ان احنا نبتدي حتى لو انا مجبر على شغل لفترات معينة انا ممكن احقق حلمي بعد كده في الفترات او الساعات اللي بعد الاساسي بحيث ان انا اعمل حاجة اللي انا بحبها وفي ناس الوقت اقدر اطلع اللي عندي بالزبط وتبقى بتفكر في شغلك انت راجل دكتور قاعد بتفكر لما بتروح البيت هتعمل ايه بكرة هتعمل ايه بكرة في المستشفى هتعمل ايه بكرة مع المرضى اللي انت هتقابلهم اخطط 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 وازاي انك انت هتوصلوا الجزء التاني ما تقعدش تقفل شغلك على عدد ساعات عمل وخلاص وهستنع ده على قد فلوسهم وعلى قد شغلهم لا انت بتشتغل كتير بتكتهد كتير عشان توصل لهدفك ولو قلنا الجزء التالت بعد كده انك انت زي اي فريق كورة مثلا الفريق جاب بطولة هلأ هيقف لغاية هنا لازم يجيب بطولة بتاعت السنة اللي بعدينها ابص الاعلى والاعلى صح فانت لما توصل لغايتك او لهدفك عند الحتة دي نمي نفسك زيادة خد كورسات اجتهد يعني ما تقفش بس عن الحتة اللي انت وصلت لها لو احنا تكلمنا على كده لو قلنا العيب زي ميسي ما اول ما هياخد احسن العيب في العالم بخايخلص ويقعد في البيت خلاص انا حقا تهدف كده وقعد في البيت لازم تفضل تكتاء عشان يفضل ياخد احسن العيب كل مرة فيدور على فنيات جديدة في حاجة غريبة كنا ده ارمز معها في الشغلة ويقول لك طب انت الصح انك تسيب شغلك وانت في اعلى منصب ويقول زي ما عليك عشان يبقى حتى شكلك حلو يعني انا حقا تدلوقتي اعلى حاجة او اعلى مكانة قدرت توصلها يسيب المهنة ولا يسيب المكان يسيب المكان يسيب المكان ده لي حاجات كتير يعني انا اقصد هو كده قطع احلامه انا بكلم يعني هيبقى ضد كلامنا لا 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 انه هو انت كده قطعت حلمك عندما اتحقق فيه هو ممكن يكون ده اقصى حاجة وصلها في شغله فهو عايز سيبه هو في وضعه ده انا اقول لها رفك احنا ما بنتكلمش ان احنا نقطع المهنة انا بشتغل محاسب افضل طول عمري محاسب فانا ما قطعتش مهنة المحاسبة او بشتغل العيب كورة اي حاجة فما قطعتش المهنة نفسها لكن ممكن اغير من حتة لحتة بانتقل للافضل العيب كورة او اتعلم حاجة جديدة خالص بره مجالي بس لغاية برضو لمت او حد او عمر محدد لازم ان انا خلاص ابتدي استقر على الهدفين يعني فاش افضل قاعد عمال اجرب لغاية سن 50 و60 سنة عمال اجرب لش اميهن جديدة ميهن جديدة ميهن جديدة لا خلاص المهنة اللي تعجبك اللي انت كنت بتتمنيها ولمفترض انك انت وصلت الهدفك واستقرت على رأيك فيها وانت عد سن 20 30 35 سنة خلاص وصلت لها ابتدي بقى اجتهد عليها جامد جدا ووصل بقى ادي مهنتك هتغيري من مكان لمكان ممكن بترتقي بالمكان بتاعت انا كنت بالعب في نادي درجة تانية وبنتقل لنادي درجة اولى برتقي من المكان لمكان ان اخدم المكان يعني اخدم نفسي بان انا ارتقي يعني حتى لما افكر افكر في ان انا زي ما بقولوا كده العبها صح يعني ابتدي اخد نقطة تديني بوينت اعلى بزبط برتقي بس في نفس المهنة اللي انا بتمنهاه وبحلم بيه وبحبها افترض ان معظم شبابنا وده كامل يعني حاجات كتير جدا من عزقنا مشاهدين كانوا بيبعتلنا على الفيسوك وعلى صفحتنا ان معظم الشباب بيوصل او بيبقى عايز فعلا شغل حلو قوي بيحبه ودخله وقاعد فيه سنين وبيقاوح وبيشتغل وحاسس ان جيه فترة كده محققش اللي هو عايزه لعيب فين ويسيبها ولا ما يسيبهاش في رأيك يعني قصدك ان هو كان حلم ليه في الاول اه هو حابب المجال ده يعني فيه معظم الشباب حاببه من زمان حابب المجال اه بالضبط هو ودخل المجال ده يعني قاعد يقاوح لحد ما دخل مجاله وبعدين قاعد كزا سنة ومحققش حاجة محسش ان الهدف المنشود او ما عندوش مثلا عائد مدي ما دقلش عليه عائد مدي ان هو بيحب الشغلان الطبيعي يعمل ايه؟ لو بيحب الشغلانة اعتقد ان هو ما يسيبهاش وان هو يدور يطلع منين العائد المادة تعرف على ليه بقولك كده؟ عشان دي مشكلة الناس كتير جدا فيه ناس بتوع طول انا باصرف على الشغلانة مش هالي بتدين بيحب شغلانته بيحبها؟ بيحبها قوي بيحلم بيها وهو صغير كان نفسه يشتغلها قولك على موقف كوميدي وكلنا مرينا بيه وحنا صغيرين كلنا كنا بنشوف اي مهنة قدامنا وبنقول نفسنا نشتغلها ونعمل زيها ونلبس ونعمل زيها ونلبس الينفورم بتاعها والشكل بتاعها فكان اهلنا بيسيبونا عيش يا ابني واحلم من اللي انت عايزه في الاخر اوصل في وقت الاحلام دي لما تبقى كبير طب احنا كنا صغيرين فيقولك احلم لما انا خلاص انا خدت كذا سنة في مجال ومش عارف حقه اللي انا عايزه مع اني بحبه طب اقولها على حاجة برضو هي خبرات شخصية بما ياش قلت احريك مش لايف كوتش ولا لا طبعا انا مكلمة على خبراتك خبرات شخصية هل الحلم اللي انا حلمته اشتغلت عليه كتير ولا انا مجرد حلمته واقعدت في البيت بدأش ازاي يا كتن عمر اشتغلت عليه كتير فكرت فيه كتير سألت هنا سألت هنا اخدت الكرسات اخدت الدراسات اللازمة اعملت كتير شفت بره بيشتغلوا ازاي اواكب ازاي العصر اتطور ازاي ابقى غير نمطي ازاي هل انا عملت الكلام ده ولا مجرد حلمته وعدت في البيت انا طبعا احنا هتضد السلبية في ان هو يحلم ويفضل قاعد ومستني شغل لما يجيله اما اتكلم عن الاقاوح واقعد واكتهد والكلام ده المفوض انه يفضل يقاوح اه يفضل اكتهد انا عاجبني حتة قاضي يعني حلوه بكل التصميم وايرادة انا معاك على فكرة يعني انا بشجع رأيك انا كفاية انك انت حسيت احساس انت بتحبه يعني انا دايما اقولك ان النفسك عليك حق فانا شايف اني حتى لو يعني هشتغل ايه غير حاجة انا بحبها ولو بشتغل حاجة تانية طب انا ما صدقت اليد حاجة حلوة انا بحبها فحتى لو ما قدتش كل حاجة فيها انا في مجال انا بحبه فانا معاك في النقطة دي بالزبط وايا كان الدخل اللي هيطلع منه ربنا اللي بيرزق في الآخر بس ايا كان الدخل هيطلع منه انت ما بتشتغلش لشخص معين انت بتشتغل لنفسك بشتغل ربنا سبحان عطلة طبعا اول حاجة ثم لنفسك بعد كده حلوة تشتغل لنفسك دي طبعا تشتغل لك تفرح روحك انا بسط ايوة وافرح وخلص شغلي وانا مروح وانا فرحان وعملت وحسس بكيانك انت قديت في حتة انت بتحبها بالزبط مش بشتغل عشان موديلي يشوفني يقول علي ان انا موظف مجتهد او ان انا بعمل ايه لا انا بشتغل انا عايز انجح وانا شايف نفسي كمان سنة بقى فين كمان خمس سنين بقى فين كمان عشرين سنة بقى فين مهنتي اللي بحبها وانا لازم احط الدرجات دي خمس سنين عشر سنين اه ايول ايه ده اتقان على فكرة ما ده من اتقان العمل علم ده اللي هو بتبني دراسات الاستراتيجية في شركتها او في اي حاجة اي ادارة ما تعملوا لنفسك ما تعملوا لنفسك قول لنفسك وعلى فكرة انا عامل كده لنفسك بتعملها ازاي انا مفرور انا عايز افيد اعزائنا مشاهدين من انا حاطت لنفسي حاجة ويمكن حتى الناس المقرمين لاي مكون جوش عارفينها حاطت لنفسي حاجة انا كمان سنة بقى فين كمان خمس سنين بقى فين لما بتوصلش كمان سنة انت فين يمكن بزعل شوية بتقاوح بقى بس بقاوح زي ما حريك قلت كده بالظبط بقاوح عشان لازم اجيبها برضو ولو ما قدرتش تعبي واكتهادي ربنا هيفتح لي طريفة حتى تانية بس في الاول في الاخر برضو بتبقى مبسوط انك حاولت واوحت حتى لو ربنا مقردهاش بس انت عملت اللي علي حصلت معي كتير ده القصدي حصلت كتير ان انا اوحت كتير ايوه 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 انا بجرك اوه الجري وما حصلش نصيف في الحتة اللي انا اقوحت فيها وسبتها وروحت اقاوح في حتة تانية بس كله في مجال حلمي واجتهادي وعملي مش سبت المجال خالص وقلت اروح اجتهت في حتة تانية خالص فيه انت بتايقس بسرعة اديهم نصيحة يعني انت شوف انت بتقاوح وبتبقى عارف وبتبقى حاطت حتى لمت ولو ما وصلتلوش انا برضو هقاوح فيه وانا مبسوط الحمد لله وصلتلوش وعملت اللي علي يعني خلينا نقول على حتتين حتة الاولانية ربنا مش هضايع ابدا اجر من اكتهد عملا من احسن عملا عمرنا من ربنا هيضايع الاجر ده فانت اكتهد ربنا هيدي لك في الدنيا ما ادلكش في الدنيا شهيل لك في الاخرة كل اللي انت عملته مفيش حاجة راح تهضر مفيش حاجة ابدا راح تمنى خالص ده اول حاجة يعني ده اول حزبة يحسبها ده اول حزبة طبعا انك انت بتعامل ربنا الحاجة التانية اجتهد لنفسك في الدنيا مهما اجتهد فانت هتوصل لحاجة مهما اجتهد لو انت كنت تبت اجتهد عشان خطر عايز توصل تبقى مديرة عام في شركة ممكن في الاخر تفضل عد عمالت اجتهد تجتهد تجتهد بش هتوصل الله لانك انت مثلا ما حققتش الهدف المرجو منك انت توصل للتايتل ده او للبوزيشن ده لكن فيه ناس شافتك في اجتهدك الرهيب ده فرحمة السكوك مدير ادارة ده بيحصل على فكرة كتير حتة تانية ابقى فيه حد يبقى حاطت في المرأة وحاجة تانية وتجيله حاجة تالتة خالص وتبقى احلى من الحاجة اللي هو كان عايزة بظبط يعني يعني مثلا احنا عندنا وزيرة مثلا اجتهدت جامد جدا وقدت شغلها باتقان بشكل كويس جدا سمعنا انها راحت لحاجات عالمية وفي حتة تانية برا يمكن هي ما كانتش حزباها للكلام ده كان بداية حلم واتقان عمل حلم واتقان عمل هي حلمت ان هي عايزة تعمل حاجة اتقانت عملها بشكل مناسب ما فكرتش في الحتة التانية دي وقعدت تكتهد 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 نعم شايفة احنا دايما نقولها ايه الحصان ما بيبقى حاطت اللي هو اللي بيغم يعني ده من جنبين انا مش شايف غير طريق واحد انا قصدي ان احنا متكلم مع عزاني انا حاطت هدفي قدام عيني لو بيبص يمين ولا بيبص شمال فعشان كده بتوصل بالزبط وهي اكتهدت وكانت جوه نطاق الحكومة مرة واحدة راحوا الناس شافوها وطلعوها برا الحكومة راح شطل في حاجة تانية دولية كبيرة ولعلمك انا ساعد بحس ان دي احلى كمان يعني دي حاجة اعلى ليها حتى ما هي مكادش متوقعة ان تحصلها هي فرحتها تبقى كبيرة ممكن تكون تابت او فقدت لامل في لحظات لان كلنا بنوصل لهذا الحد يعني بتقابلك صعوبات وكلنا من قابل هذه سوف نحن مكلم عشان اعزانا مش هلون شبابنا اللي بتفرج علينا بنقابل صعوبات بس الصعوبات دي ما بتوقفناش طبعا طبعا فبقولها ريكة هو اول حاجة انت يا اما ربنا هيعوضك في الاخرب اللي انت عملته ده يا اما الحتة التانية حتى بنت ماشي في حتة بس نتيجة اجتهاد عملك حد شايفك اللي شايفك ده حيديلك وضعك وحقك ومكانتك اللي انت أفروض توصلها نتيجة اجتهادك بس اشتغل لنفسك ما تشتغلش لحد حلوة اشتغل لنفسك ما تشتغلش لحد اشتغل عشان تبسى نفسك انا دايما كنت اقولها كده اشتغل عشان نفسك نفسك مش عشاني انا يعني انا فيه على فكرة إحنا دايماً بنقولها إيه؟ إنت اتنين إنت ككيان ونفسك اللي جواك وإن النفسك عليها حق دي هتأنا بديها حقها أشوف إيه اللي بيحبها فدهلها لأنه لما أديها وسعيدها هي كمان هترجع عليها بالسعادة وغتبسطني دايماً أنا أحسبها الحزبة دي وهي حزبة سهلة جداً هي ملهاش طلبات كتير على فكرة بس هيعزة شوية اهتمام دايماً نقولها الأعزاء أنا مشاديين النفس جواينا عايزة شوية اهتمام لو إديناها حقها أو حسينا بيها شوفت حسينا بيها دي وعرفنا هي عايزة إيه؟ وبنحاول نسعدها والله العظيم هترجع علينا وهتسعدنا كمان اكتهد يعني كل اللي حريك قلتي ده بالأحاسيس بالكلام ده كله اتعب بقى يعني مثل مثل عايزة عمي كذا 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 ونفسي حباها ومش اكتهد ده بطل قعدة ده خليك عيد بقى بزبط إموها أنت أحاسيسك حلوة وبتحب نفسك وعايز تبقى حاجة كل ده حلو اكتهد بقى اتعب تعرف اللي بيحب حاجة مهما كان فيها شقاء سواء في وقت ما عندوش وقت سواء كان في شغل سواء كان في بيت بدون هو حابب يعملها ما بيحسش بالتعب طبعا طبعا ده على فكرة ده حتى ستات البيوت كمان بيبقوا كده كمان عشان بتعمل لبيتها وبتعمل لها بتعمل وحبة شغلتها وده من نوع من إتقان العمل هي حبة اللي هي بتعملها وبتكتهد عليه جميل جدا وفي الآخر بتشوف نتاج برضو لها عملتها مهما تشوفها لها ما شاء الله تشوفها في ولدها في جوزها في أي حاجة بتشوفها أو بيقدروها طبعا كده كده هتتقدر أنا أقصد كده البناء آدم اللي هتكون عمله هتقدر سواء من اللي قدامه أو من غيره كده كده هيتشاف وهتقدر وما كانش من الدنيا يبقى في الآخر بالضبط أنا قلت حريك دي أول حاجة تانية حاجة لو أنت ما تشفتش في حتتك هتتشف في حتة تانية وهيقدروك بشكل أكتر المهم أن إحنا ما نفقدش الأمل ما نفقدش الأمل واجتاحت جميل يعني من ضمن الناس أو المواقف اللي أنت شكتها في حياتك وزعلتك قوي في عدم إتقان العمل وحسيت أن فيه ناس ضيعت فرص دي المثال خلينا نقول في عدم أداء العمل هو الناس بتعتقد أنها بتأدي عملها أو شغلها بالشكل المناسب أنا رحت شغلي من الساعة 8 لأربعة قديني أوقع دي عدد ساعات العمل والكلام ده كله مطلوب مني قديني رحت الدفتر ده وفروض أفتحه وعملك كلمتين اللي فيه وخلصت شغلي وروحت وأخذ مرتبه آخر الشهر أنت كده ما قدتش عملك مش أتقنت عملك أيوة يعني أنا عايزة أرم شهدين بقي ركز في الكلمة دي إحساسك إيه لما تشوف اللي بيحصل ده قدامك وهو حاسس نوع عايش ولا ميت بأمانة ربنا هو معتقد أنه هو عايش هو يعني أنت معملتش حاجة تفرحك أنت إنسان طبيعي في الدنيا دي كلها لا أدي شغلك بشكل مناسب آه أنت وظفتك اللي هم job description أو المكان اللي أنت متخصص تحطيت فيه الشغلان دي نفسه بيقولك إملة دفتر والكلام ده كله بس أنت ما تبقاش نمطي فكر في حاجات تانية تفيد بيها أو خليك في جوة شغلك مختلف اعمل أي حاجة مختلف ده أداء عمل ده مش أتقن عمل ده أداء عمل إنك أنت تبقى مختلف وإنك أنت بتفكر إنك أنت بتكتهد كل ده أداء العمل لسه إحنا ما دخلناش في إتقان العمل إتقان العمل إنت أنت مش عايز تتقن ولا حطة هدف الناس اللي زي دي هو عايز يتقن هو عايز يفضل كده هو مش عايز يقدي العمل أصلاً لو هو بيقدي كده هو بيقدي بس من غير نفس بالضبط بيقدي كده يعني يلا عشان ناخد الإرشنات آخر الشهر ولو في حد يقولي أنه قاعد في البيت يمضيلي أوكي بالضبط والفهلوة هي الفهلوة دي ناس فكرة شطارة معناها شايفها خيابة دي خيابة كبيرة جداً هي إحنا نطاق كبير ده فاشل نطاق كبير التي بقى موجود بيحاولي ماشي شغله بالفهلوة أنا أكل بعقل ده أنا أتحكي على ده أنا أعمل ما عرفش إيه وهمشي شغلي ولما بيلاقيها مشيت مع مرة اتنين تلتة بيعتقد أنه هو ده الصح فبيكمل بقى بيبدأ أسلوب حياة بعد كده بقى وبيعلموا لولاده دي بتبقى مصيب الأكبر ويعلموا وبيعتبر مثل أعلى يفضل ناس كل عملها تشوف إيه ده هو ده اللي بينجح يا جماعة اللي بيعمل الحركات دي واللي بينجح فتلاقي كل ناس عملها تقلده بعد كده فخلينا نتكلم الفرق ما بين أداء العمل وإتقان العمل أداء العمل ما تقفش على ساعات العمل أدي شغلك بشكل جامد إتقان العمل أديه بشكل جامد وبشكل ما فيهوش غلطة ما فيهوش غلطة حالك مميز فيه ربنا خلي حالك فيه مهنة المهنة دي بنسميها التشانوف ايرورز انتي لو حصل فيها غلطة واحدة فيها رقاب زي ما بيقولوا ما فيهش أصلا فيه حاجات ما ينفعش فيها غلطة الدنيا الضيئة انا فهمه احنا عايزين نبطل في شغلنا كلمة معلش معلش ايه وعادي وعادي ومعلش وسامحه أصل هو تعبان أصل هو ابن عمه تعبان أصل ابن خالته ما عرفش فين فعايزين نبطل كلمة معلش انسى الحياة الشخصية دي خليها برة واكتهد في عملك وانت هتقدي عملك بشكل ويس وبعد كده اتقنوا بشكل اللي هو الكمال بقى طبعا والكمال اللي هو وحده بس على قد ما تظهر اللي هو ما باش فيه ولا غلطة هي نختم الفقرة الحلوة دي مع كابتن عمر وبالاجتهاد والإتقام وكده كده هتاخد حقك سواء دنيا أو مخدتاش في الدنيا هتاخدها في الآخر تسلم يا كابتن عمر ويسلم خبراتك وكلم الحلوين تقلتوا الناس كلا الصبح ومبسوطا اكتشرفتهم النهاردة وصباحك فل خليكم معنا أعزائي المشاهدين وفقرة تانية بعد الفصل اللي جاي